اشتركوا في القناة تكون فرض مقاتل في قوات المسلحة تابع الفيديو للنهاية وشوف الشروط وشوف طريقة التسجيل ان شاء الله عشان يكون لك نصيب ان شاء الله والخبر الاساسي اللي خلانا النهاردة نعمل الفيديو اللي هو خفض تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية طبعا الفيديو ده الخبر ده لما نزل كان خبر مفرح جدا عشان السنوية العامة كانت مجامعة قليلة او السنة دي عشان كده القوات المسلحة هنزلت تنسيق بتاعها السنة دي ان شاء الله باذن الله تمام فتابعونا لنهاية الفيديو عشان نعرف كل حاجة باذن الله ونعرف الخبر ده وكان ازاي تمام ياريت لابنسة مشاركش في قناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لك أكبر عدد من الطلاب ويستفينهم تمام القوات المسلحة دي الصفحة الرسمية بتاعة القوات المسلحة المصرية تمام هنرجع لها الوقتي لكن اللي شجلنا الوقت الخبر اللي كان نزل الخبر كان بيقول تخفيض نسب القبول او تخفيض تنسيق الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بسبب نتائج السنوية العامة واحنا نعرفين طبعا نتائج السنوية العامة السندي مختلفة او ضعيفة جدا او مقارنة بالاوام السابقة كان المجموع بتاعة السنوية العامة نازل كتير او السندي فالقوات المسلحة طبعا راعت الموضوع ده في كلياتها ومعاهدها لقبول طلاب السنوية العامة تمام؟ طبعا في ظل تطوير منظومة التعليم مقابلة جميع جمهورة مصر العربية وفضوء النتائج طبعا بالنسب المقاوية المجموعة لطلاب السنوية العامة السنة دلو عشرين وعشرين ما ترطب عليهم من تدعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعاهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر عشرين واحد وعشرين والمعهد الفني للقوات المسلحة ده أنا عملت عليه فيديو قبل كده هسيب لك برضو رابط الفيديو في صندوق الوصف وهيطلع قدامك برضو الوقت إن شاء الله في علامة الآي تمام؟ فده كان معهد القوات المسلحة لو عايزين تشوفوا معلومات عنه كتير بتاع المعهد القوات المسلحة تمام؟ طيب نيجب أولاً الكلية الحربية اللي هي كلية أهم كلية بتخرج زابط في القوات المسلحة تمام؟ دي تقبل الحاصلين على السنوية العامة والأزهرية شهادة معادلة يعني سنوية عامة وأزهرية وشهادة معادلة بقسميها العلم والقربي بنسبة مقاوية 60% فأكثر أهي 60% فأكثر كانت سنة فاتت 65 بقت 60% فأكثر كلية حربية زابط في القوات المسلحة أما الكلية البحرية اللي بتخرج زابط في البحرية تقبل الحاصلين على شهادة السنوية العامة القسم العلمي فقط اللي رياضيات وعلوم يعني علمي فقط رياضة وعلوم برضو الشهادة الأزهرية وشهادة معادلة علمي فقط برضو بالنسبة مقاوية برضو كام 60% يبقى البحرية 60% علمي فقط تمام نجي لكلية جوية بتخرج زابط مقاتل في القوات الجوية المصرية تمام تقبل الحاصلين على الشهادة الأعامة السنوية العامة والأزهرية برضو الشهادة المعادلة بقسمها العلمي وأدبي بنسبة 55% كويس جداً كلية جوية السنة دي بنزلها مجموعة جامل 55% ونسبة كويسة جداً للحصول على الخدمة إن شاء الله فيها بإذن الله أما كلية الفنية العسكرية اللي بتخرج مهندس أو زابط مهندس في القوات المسلحة تقبل الحاصلين على شهادة السنوية العامة بقسمها العلمي شعبة الرياضيات يعني بتاخد الرياضيات فقط شعبة الرياضيات فقط لأنها أشبه بكلية الهندسة وكذلك الحاصلين على الشهادة الأعامة الأزهرية برضو علمي فقط وشهادة المعادلة علمي فقط بنسبة كام 76% دي كانت بتعدد 80% في المال السنة اللي فاتت كويس جداً إن الفنية العسكرية تنزل ل 76% ومهمة جداً تمام؟ أما كلية الدفاع الجوي تخرج زابط في قوات الدفاع الجوي تقبل الحاصلين على شهادة السنوية العامة شعبة الرياضة برضو فقط رياضة فقط وكذلك الحاصلين على شهادة السنوية العامة الأزهرية والمعادلة من القسم العلمي بشرط يكون الطالب قد حصل في مادة الفيزياء والرياضة أكثر من 70% دي لها شرطين مش شرط بس المجموعة يعني مجموعة كام الدفاع الجوي ست 71% لكن أهم حاجة لازم تكون جايب في مادة الفيزياء والرياضة أكثر من 70% 70% فأكثر تمام؟ نيجل كلية الطب للقوات المسلحة طبيب مقاتل يعني بيزهر زابط ياخد زابط مقاتل تمام؟ تقبل الحاصلين زابط مقاتل طبيب يعني تقبل الحاصلين على شهادة السنوية العامة القسم العلمي شعبة علوم فقط علوم فقط لأنها كلية الطب علوم فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة السنوية الأزهرية والشهادة المعادلة بالقسم العلمي برضو فقط للأزهر بالنسبة مقاوية كـ 88% يعني طب القوات المسلحة تكون طبيب مقاتل بـ 88% كويس جدا نزلت برضو السنة دي أما المعهد الفني للقوات المسلحة وزي ما قلت لك أنا عملت عليه فيديو كامل في القناة ياريت تشوفه هسيب لك برضو رابط بتاعه تحت يقبل الحاصلين على شهادة السنوية العامة العلمي فقط بس علمي إيه؟ رياضة وعلوم تمام؟ وكذلك الحاصلين على شهادة السنوية العامة الأزهرية السنوية الأزهرية بقسم علمي برضو فقط بنسبة كام 55% كويس جدا معهد جميل جدا معهد الفني للقوات المسلحة بتخرج فني في القوات المسلحة تمام؟ فأكثر هيتم تطبيق التخفيضات الزكري طبعا الحاصلين على السنوية العامة إيه؟ عشرين واحد وعشرين إنما الحاصلين على السنوية العامة عشرين عشرين اللي هو العام الماضي وعايز يقدم لا، هينطبق عليه نظام العام الماضي يعني اللي حصل على السنوية العامة كان حصل عليهم ما قدمش هيقدم عليها بنظام السنة اللي فاتت تمام؟ دي بالنسبة للنسبة الجديدة للقوات المسلحة تمام؟ طيب هقدم إزاي؟ نجي الأول لمكتب تنسيق القوات المسلحة أو هسيب لك الرابط برضو بتاعه إن شاء الله في صندوق الوصف أجي مكتب قبول تنسيق تنسيق القبول بقوات معاهد العسكرية في حاجتين من أسم لحاجتين لو سوا نواة عامة ومعادلها وديبلومات أهي السنوية عامة وديبلومات هنا والجامعيين هنا فيه ناس عايزة بعد الكليات عايز يحول أو يشد دخل قوات المسلحة ظابط في قوات المسلحة ده طريقتين هوا الطريق الأولى للعليمين ده بالنسبة للسنوية العامة والطريق للشمال ده بالنسبة للجامعيين أهو هدغط على تسجيل وابدأ أسجل رغباتي أهو طلب التحق تمام؟ أو طلب التحق وتبدأ تعمل طلب التحق بتاعك بس ترى التعليمات العامة الالتزام بالدقة في تسجيل البيانات والأساسية والمجموعة بالنسبة المقوية كتابة جميع الأسماء الرباعية والعنوان تفصيليا في جميع تسجيل البيانات ضرورة مراجعة البيانات مع ولي الأمر قبل الحفظ النهائي بعد الانتهاء من الميلة ومراجعة البيانات يتم القيم بالحفظ النهائي للبيانات بعد الانتهاء من الحفظ النهائي للبيانات سيتم ظهور طبعا تاريخ التواجد بالكلية الحربية لشراء الملف هيدوك شراء الملف هتشتريه إمتى؟ قم بتبعه طبعا البيانات ثم بتتوجه الى كلية الحربية ومعك الاوراق المطبوعة بها تاريخك تواجدك. تمام? يعني لازم بعد ما خلص هيجي لك تاريخ تواجدك بعد ما تعمل كل البيانات دي. لازم تتم للبيانات دي بكل دقة. حفظ نهائي او طباعة نموذك بعد ما تعمل درجعة كويس او معاولية الامر تعمل حفظ ايه نهائي وتطبعها لان ده هتكون معاك ان شاء الله في كلية وانت بتسحب ايه الملف. ده بالنسبة برضو للسنوية العامة. تمام? طيب لو انا عايز اقدم بقى في المعهد بتاعي القوليات بتاعتي. تمام? انت بفتحت الصفحة دي. الصفحة دي انت لو انت موجود فيها. تمام? بتفتح لك اتنين وسبعين ساعة بس. يعني وتلغطت على الصفحة دي اتنين وسبعين ساعة بس. بعد كده صفحة في المعهد. ماشي? طبا انا عايز اعرف معلومات وبيانات اكتر عن القوات المسلحة. هروح فين؟ هسير لك الرابط بتاع القوات المسلحة او الموقع بتاع قوات المسلحة برضو طبعا في صندوق الوصف. اهو. كل حاجة لو انت عايز تروحها. لو انا عايز بكتب تنسيق اضغط على مكتب التنسيق اهو. هيقول لك كل حاجة. ما كاتب فين تحرص ما كاتبها فين بالزبط? عايز تعرف الارشادات او الشروط العامة للقبول اهو. لازم تقرأ الشروط كلها لازم تكون مصر الجنسية من ابوينة تمتعان بالجنسية المصرية مش بالتجنيس. يكون الطالب حصل على الشهات السنوية العامة. تمام ومعادلها. لا يكون سبق على الحكم. ان يكون حصل السل والسلوك. غير متزوج ولا مسبق لهش زواج. ان يكون الطالب قد لا يكون قد استقال او عمله فصل تقديمي من الكلية او المعهد اللي كان فيه قبل كده. لو طالب خارج من الكلية او من السنوي. اللي يكون طبعا كان وعفيا من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة. اللي يكون طول الطال اه الحيطة المهمة جدا وبتسأل فها كتير. ما يكونش الطالب جميع كليات اقل من مئة وسبعين سنطي. من مئة وسبعين سنطي. نسمة للكلية الجوية مئة تمانية وخمسية. مئة تمانية وخمسين. تمام? يكون الطالب طبعا لايق طبيا يكتاز اختبارات اللياقة البدنية. يؤدي الطالب بنجاح قفز الثقة. لازم يكون على ارتفاع سبعة ونصف قفز الثقة ولازم تكون نسبة النجاح مية في المية. فيها ولا يزير عن ثلاث ثواني من اصدار الامر. قال لا يكتاز الطالب لاختبارات النفسية. يكتاز لاختبار المعلومات العامة. الاختبار طبعا الطبية لازم تحاليل طبية متقدمة لازم يكون في تحاليل طبية. طبعا البيانات والمستندات. وهيروح المعهد زي ما انا قلت هسجل في المعهد او المركز اللي انا قلت لك عليه اللي هو مكتب التنسيق بتاع القبول اللي انا قلت لك عليه هو ده. تمام? كل ده لو انت عايز اي حاجة. طب انا عايز مسلا كلية الجوية. عايز اعرف شروط الكلية الجوية. هروح لشروط الكلية الجوية اهو طغط على السهم ده هشوف كل حاجة في الكلية الجوية. السن والمؤهل مدت الدراسة سلس سنوات. اه علوم عسكرية وكل حاجة والمؤهل بتاعك بتاخد حاجة اسمها يمنح فرع التطيران باكاليروس طيران اوشار الطيران. كل ده في الكلية الجوية. طبعا انا عايز الكلية الفنية العسكرية. اهو. هضغط على هنا. هيجيب لك كل حاجة عن الكلية الفنية العسكرية. واقع في النسبة المقاوية. تمام. طبعا شفتوا النسبة كنتوزانية في المائة فاكسر هاتنين gnزل التمانية وتمانين يعني دليل احنا خلصا سبعين اللي احنا قلناها لوقت كام سبعين اها اللي احنا فلناها الوقت كلية الفناية العسكرية عشان تعرفوا بس الفارق بعط ستة وسبعين كانت الاول كام اتنين وثأين وقتي بقت كام ستة وسبعين عشان ده الخبر اللي احنا عملنا الفيديو ايه عشان如果 عايز qaqaajmas te letawayja ini thanks continue and you wish yollah with experience with crystal puedes to create 10 ومن وشيرى لفيديو عشان درجات القوات المسلحة لنقدم فيها ان شاء الله. ولو ليس مشاركة في قناة وفعل الجرس. وعشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.